بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إخوتي الطلبة كيف حالكم كيف الصحة درسنا الواحد والسبعون وهذا الدرس كذلك متعلق بالدرس السابق أي نفس الموضوع وكنا في موضوع الجمل المتداولة والمستعملة في شأن الطعام فوصلنا إلى الجملة والجمل السادسة فتعالوا نبدأ من نفس المكان حيث تركنا حيث انتهينا من الدرس السابق بسم الله الرحمن الرحيم هل بقية شيء من المرق سالاً ميسي في المقلات فرايبن فرايبن مقلات جسمهم غوشكو فرايكرتين فهل في المقلات أو في القدر القدر ديكتشا بتيلا قدر هكذا قدر طيب فقال لم يبقى لم لم حرف جزم ويدخل على المضارع ولكن يؤدي معنى الماضي لم يبقى معناها ما بقي إلا القدادة إلا القدادة يعني ذرات قليلة إلا القدادة بمعناها إلا شيء بسيط طيب والقدادة كذلك نستطيع إذا كان عندنا قدر وهناك تعلقا والتصاقا بجوانبه شيء قليل جب ہم کوئی سالن نکالتے ہیں ہانڈیا سے تو سالن کی جو تح ہے تح وہ تح چپک جاتی ہے پتیلے کے اندر فراي پین کے اوپر هذا بقية بس يعني جو تح لگ گئی ہے چمٹ گئی ہے پتیلے سے کسی بھی چیز سے فلم يبقى إلا القدادة فهل أحقها کیا اس کو میں کرچ لوں کرچنا کرچنا هل أحقها لك لتسد آخر فجوت في بطنك لتسد سد یا سد معناها لتملا کسی چیز کو بھرنا أنا سددت جوعي أنا سددت ملأت جوعي اپنی بھوک کو میں نے اپنی بھوک کو بھر دیا أنا سددت سقب میں نے سراخ بن کر دیا أنا سددت وأنت سددت الدولاب آپ نے علماری بھر دی میں نے علماری بھر دی هو يسدو الطريق وہ راستہ بن کرتا ہے طیب نحن نقول الطرق راستے جو ہیں مسدودة الطرق مسدودة اليوم آج راستے بن ہے لماذا؟ لأن اليوم اضراب آج هرتال ہے اضراب فهمنا الطرق مسدودة فمن هنا سدد يسدو فهو يقول هل احکها لك هذه الكدادة احکها اسکو میں كورشنو لتسددتا کیاب بن کر لیں آخر فجوة آخر سراخ في بطنك اپنی بیت میں فقال اشکروك فقد شبعت ارتویت شبعت ولم يبقى في بطن مسلک مسلک طریق مسلک يعني مثل هذه فجوة ما بقیت في بطن مسلک من المسالک حتى الفجوة حتى الفجوة ملأتها من بردیاه حتى الفجوة الصغيرة چورس جگا یا چورس سراخ قد ملأتها ملأ يملأوا برنا انا ملأتها فقال هل بقیت وذرة لحم في القدر وذرة نحن درسنا هناك وذرة وهبرات هبرت اللحم معناه لحم بلا عظم لحم بلا عظام عظام هردی فوذرة معناه قطعة لحم بدون عظام قطعة لحم گوش کر بدون عظام فهل بقیت وذرة لحم في القدر فقال لم يبقى إلا الحتات الحتات گوش کر چورت چورت سراخ تکر تیلیان فلم يبقى إلا الحتات فهل أسلطها لك فهل أسلطها لك هل من أجمعها وأجمعها لك هل أعطيك هذه أسلطها فقال إي والله وأيضا فقد تفوت تفوق المرق لذة هذه الحتات هذه الحتات يعني هذه الزرات من اللحم التي بقيت في القدر هذه إذا جعلناها على الخبز وجعلناها على الثريد الثريد يعني سريد بناء الثريد ثر ذا يثر فقال هذه الأشياء تفوق المرق هذه الأشياء المتبق المحمس فقال ما ألذهو كيهي 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 لذيذ ہوگا ما ألذهو وهذا فهمنا المشوي يعني المحمس جس کو هم کہتے ہیں نحن نقول باربيكيو باربيكيو المشوي المحمس فهمنا أي نتبخ الدجاج الكامل على النار وفي كذلك في السفافات فقال ما ألذه كيهي لذيذ ہو وخاصة لو كان بلديا وخاصة وخصوصي توربر وو دجاج یا وو دجاج لو كان بلديا اگر وہ گاؤن والا ہو اصلی ہو یا ہم جس طرح کہیں دیسی مرغی لو كان بلديا لا دجاج حقول نك فارمي حقول یعنی حقل یا فارم جس میں مرغیوں کو پالا جاتا ہے اور پھر وہ بہت تولے عرصے میں وہ بن جاتی ہیں تو یہ سجنی ہوتی فقال وخاصة لو كان دجاج بلديا لا دجاج حقول فارمی نهی مرغی فقال حسنا ٹھیک ہے سابدل جهدی فی سبیلی ان اجد دجاج البلدي میں پوری کوشش کروں گا سابدل سانفق جهدی ساسرف کل ما عندی فی سبیلی اس راستے میں ان اجد کہ میں پالوں وجدا یجدو ان اجد دجاج البلدی دیسی مرغی مجھے مل جائے فقال اشتری لی اخی الصغیر علب تعصیر میرے بائی کے لیے چھوٹے بائی کے لیے ایک جوس خرید لو ومصاصة اور ایک چوسنی مصاصة چوسنی طیب انتم تعریفون السیغار عندہ یکونو وقتعت الحلوہ اور تھوڑا سا حلوہ خرید لو قطع مانا ٹکڑے فقال اللہ کا نسیتا شاید کہ آپ بھول گئے ہیں العلق ببل ببل کیا ہوتا ہے العلق یعنی جیغم لعلک نسیت العلق اللذی طال ما يحبه اخوک یعنی اخوک یحب العلق وانت نسیت العلق آپ نے شاید اس کے لیے ببل خریدنی ہے اور آپ کو بھول گیا ہے فقال لا نہیں لم انسہ اے ما نسیتو ما نسیتو میں نے مجھے یاد ہے میں بھولا نہیں ہوں لذلك لا اشتری فقال بعده فقال هنا اشتری لي کیس فشار فشار یسما بالوردیہ پوپ کارن پوپ کارن اشتری لي کیس فشار من صاحب العربة انتم تعریفون یہ جو جوار اور مکی مکی سے بنت ہے پوپ کارن هذا يكون عنده ابيض صغیر صغیر مثل هذا طیب پوپ کارن اشتری لي هذا من صاحب العربة الذي امام المدرسة صاحب العربة تیلے والے سے حل تحب الفشار کیا آپ کو یہ پوپ کارن پسند ہے امشتری لکا عرناس الزرع عرناس یعنی پورا پوری وہ جو ہوتی جس میں یہ دانے ہوتے ہیں جوار جوار مکی حل اشتری لکا عرناس عرناس یعنی یہ مکمل ثابت ثابت اشتری لکا هذه پوپ کارن او عرناس ٹھیک ہے یعنی پورا ایک گچہ جس میں یہ جوار یا مکی فقال اشتری کلیهما دونو خریدلو عرناس واحدا وکیسا متوسط الحجم درمیانی سایس کی تیلی یا اسمی جتنا بای بوپ کارن من الفشار من الفشار فالفشار اللحم المصفد معناه يعني سیخ بوٹی آپ کو سیخ بوٹی پسند ہے یا تلی ہوئی یا تلا ہوا گوش مثلا هنا نحن درسنا هذا اللحم المصفد و اللحم المقلی تلا ہوا گوش پسند ہے یا سیخ پسند ہے ثم هنا اللحم المسلوق درسنا اللحم المسلوق نحن قلنا معناها معنی اللحم المسلوق یعنی ابلہ ہوا گوشت من غیر تواب المثال کے بغیر فهذا نحن درسنا انشاءاللہ و سن ندرس مزیدن علینا ان نراجع و ندرس هذه الجمل جزاکم اللہ خیر السلام علیکم